اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي تؤكد دعمها لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب أكدت اللجنة في بيان لها أنها تؤيد وتسارد وتدعم بصفة لمشروطة قرار رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تابون ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة باعتباره أنه يبني دفاع الجزائر من أجل سيادتها دون تنازلات ومن أجل وحدتها الشعبية الوطنية المقدسة ومن أجل حماية المصالح العليا للهم وقالت اللجنة أن أعضاءها اطلعوا بارتياح عميق على القرار الذي يعد نتيجة لسلسلة من الأعمال والممارسات العدائية بشكل أساسي ضد الجزائر والتي أعقبت عقودا من الخطاب الكاذبي والتضليل المتكرر وأوضحت اللجنة أن الجزائر واجهت هذا الأمر بكل صبر ورزانة أمام هذه الدعوات للكراهية لا في تتنيل أن المغرب قام اليوم بأعمال عدوانية ملموسة ضد الوحدة المقدسة للشعب الجزائري بإعطاء أوامر وتسهيلات لتنظيم محاولات لزعزعة استقرار الدولة الجزائرية وأكدت اللجنة في هذا الصدد أنه لا يمكن للجزائر أن تقبل من المغرب هذه السيرة اللامسؤولة والخطيرة المتمثلة في رعاية عمليات الدعم الديبلوماسي واللوجستي لصالح المنظمات الإرهابية التي ترمي إلى المساس بالوحدة الوطنية الجزائرية من خلال تنظيم زعزعة استقرار الدولة الجزائرية عبر أعمال عنيفة ودموية وبذلك يضيف البيان فإن المغرب يرتكب تدخلا صارخا وخطيرا ومذنبا في شؤون الداخلية الجزائر وإن الجزائر كل الجزائر ترفض هذا الوضع الذي يحاول المغرب فرضه علينا ويرهن على الأسوأ ويفتخر بتعزيز حليفه الصهوني وهو ينتهك كل العادات والأعراف الدبلوماسية فاليوم يضيف البيان تسجل الجزائر رصبيا وعلنيا هذا الوضع الذي لم تكن ترغب فيه ولم تتمناه لكن اللامسولية من جانب القادة المغربة وأستراتيجياتهم الوهمية قصيرة النظر وحساباتهم الخلفية الخاطئة تدفع حتما الجزائر إلى اتخاذ جميع التدابير والترتيبات التي تمليه هذه الحالة والواقع المؤسف مشددا على أن السيادة الوطنية الجزائرية غير قابلة للتفاوض ولا تخضع لمشاريع إزرامية خطيرة وعدم التدخل في شؤون الآخر هو ثابت لا يتحول في الدبلوماسية الجزائرية كما أن إجبارية الاحترام المتبادل هو أحد أسسها الأولية كما أكدت اللجنة أن الجزائر دولة ذات السيادة المحترمة هي طرف في الغالبية العظمى من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتشتهر باحترامها للقانون الدولي الذي تسنكر صراحة ودون تساهل أي انتهاك لأحكامه بغض النظر عن الدولة التي تصدره مشيرة إلى أن الجزائر ورثت صلب تركته من ثورة نوفمبر المجيدة هو الوجود دائما بجنب الشعوب المستعمرة ولفتت إلى أنه فقط في حالة استيعاب الطرف المغربي لكل هذه المراجع وتسجيلها نهائيا فعليه أن يضع على الطاولة جميع الملفات التي تم جردها بالفعل ولم تعرف حلا أبدا بسبب مراوغات وتهرب النظام المغربي كالمخدرات والتهريب والعلاقات الاقتصادية ومشاكل الأمن المصدر وكالة الأنباء الجزائرية